اشتركوا في القناة ارسلوا اجاباتكم وستظهر النتائج على الشاشة بالنسبة للشباب الذين معي في الاستوديو لو تكرمون ستشاركوني في هذا الاستطلاع الذي سنبني عليه تكملة الحديث مع ضيوفنا سمعتم رأيين بناء عليه سؤالي لكم سؤال بسيط جدا للمسلم الحرية هي ان يبدل دينه نعم ولا لا هل للمسلم الحرية ان يبدل دينه لو ثبت انه يقصد هل يجب تكفيره؟ يستتاب اولا يجب ان نشرح له الشبهة واذا اصر على رفض هذا الشبهة واستمر على اسراره في التأويل فيجب ان يستتاب ويعطيه فرصة بعد ذلك يجب ان يكفر؟ اعتقد انه يجب ان يكفر طيب شكرا يا عابير ننتقل لاخت فاطمة ايش رايك في السؤال؟ انا شايف انه يجب ان يكفر ليه في مشكلة في التكفير؟ يعني يجب ان يكفر الكرآن بيتحدث عن اصناف من الناس يقول مسلم وكافر واهل كتابي اذا في فئة لازم تكفر في فئة كافرين اتفق علماء اهل السنة في امور العقيدة على ان هناك امور يخرج بها الانسان من الملة اذا وقع فيها يعتبر كافرا هذه الامور اولها اذا انكر معلوما من الدين بالضرورة حرم حلالا مقطوعا بحليته امر حلله الله عز وجل فجيه اصدر فرمان بانه محرم مثلا بعض الدول اسلامية التي حرمت تعدد الزوجات حرم مثلا تعدد الزوجات هذا يعتبر كفر؟ في حقه في ان يحلل ويحرم كل من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم وعن قناعة اذا كان يرى في عقيدته ان هذا الحكم يساوي حكم الله فقد ساوى الله بالبشر كفر اذا كان يرى ان هذا الحكم افضل من حكم الله فقد فضل الخلق على الخالق كفر كل من دعى الناس الى عبادة نفسه نعم طيب واضح فرعون نعم كل من دعى الناس الى زعم انه ابن الله او انه هذا قضايا واضح نعم هذا قضايا واضح يدخل في التكفير كل من سب الله او رسوله او كتابه او استهزأ بآل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من استهزأ بمسلم او مسلمة بسبب دينه مش تخاني معاه في معركة او حسابات بيصفوا مع بعض حسابات تخاني معاه يقولوا تستهزأ بي انا مسلم تكفر من الملة لا واستهزأ بيه او سبه بسبب صلاة يعني استهزأ بالدين استهزأ بالدين استهزأ بشعيرة من شعائر الدين محجبة استهزأ بيها لحجابها اي واحد لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم خلص ما يكنه عقيدته نحن لا غير مكلفين باننا نبحث في التفاصيل وبعدين الكفر الايمان قضية اولا من الله تعالى ثانيا هي قضية شخصية كنت ايضا قبل الفاصل سألت الشباب عن رأيهم في هذا السؤال الهام للمسلم الحرية او الحق في ان يبدل دينه والنتيجة جاءت كالتالي 24% من الشباب قالوا نعم من حقه ان يبدل دينه و 76% من الشباب قالوا لا ممكن ناخذ بس بعد ذنكم اخذ عينة من الشباب ثم ساودي اليكم انت سي ده ترتد عقوبتك القتل فده اشكي اصلا داخل الاسلام وده مشكلة كبيرة ان نحن مضغزمنا او بالنسبة 70% داخل الاسلام لانه تولد لا نفسه ابوه و امه مسلمين فداخل الاسلام فقبل ما يدخل الاسلام يا سين ده تدخل الاسلام لك الحرية بس خلي بالك لو جيت ترتد عقوبتك القتل فانت لك الحرية بس مقرون انا مش حرية ماشي انا بس اريد ان اعطي مرة اخرى الكلام استادنا الدكتور جمال 76% من الشباب يرون انه ليس من حق ان يبدل دينه تعليقك على هذا حاجة نتيجة مؤسفة جدا تدل على يعني عدم العلم بجوهر الاسلام وهو الايمان والحرية ما لم يكن هناك ايمان مبني على طواعية واقتناع فلا قيمة له وبعدين زي ما القرآن بقول فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني مسألة من حق كل مسلم ان يغير دينه كما يتاء ولا يمكن لأي قوة ان تقفوا في هذا لان هذه الضي الضمير لا تستطيع ان تتدخل بين الناس وضمائرهم اتكلموا اقنعوا حوار ولكن لا تجبروا على هذا تقول لي الحوار او القط او القضاء ايه دخل قضاء وقت في ضمائر الناس السيد جميل دكتور جميل اعظمكم شباب ولا تؤمنوا بالحضرية هو انا احب احيي شبابنا وفتيتنا على فطرتهم الايمانية وعلى غيرتهم على جنزة وفي نفس الوقت يعني يؤسفني ان انا اسمع الاساس جمال البنة وهو ينادي بحرية الفكر لكن انا صحح المصطلح انه ينادي بحرية الكفر في بلاد المسلمين واحد عاوز يروح جهد احنا نقوله لا يروح بعيد عن نمس واحنا الاسلام الدين الوحيد الذي بدأ بيقرأ الدين الوحيد المنطقي الدين الوحيد الذي يقنع اذا هناك خلل في عقل طيب انت تعتبر انه عنده خلل في عقله من حقه ان يكون عنده خلل في عقله واحدة من اثنين المختل عقليا اما ان يذهب الى المعمورة او يذهب الى العباسية او ان يكون مختلا بعقله بمزاجه يجب ان يزال عقله حتى لا يلوس عقول الاخرين احنا كلنا بالتفقين الذي يخرج على القانون يعاقب ما حد يناقش هذا المسلم احنا كلامنا عن امر يتعلق بعقيدة انسان مش بخروج عن قانون نعم لو ان هذه العقيدة تخص وحده ما كانت هناك مشكلة خليني يا اسأل انه سيؤذيني ويؤذيك لا والله اذا هو كفر الوحيد يروح جهنم هو واحد لا يؤذيني ولا شي ليش يؤذيني واحد سلمان رشدي ارتد الله لا يرجعه طيب يعني ايش اثر عليه والله ما اثر عليه بشي انا رأيي حرية الفكر لك لك المترجم للقناة